يومئذ أصبت بألم في المعيدة تبعه غثيان شديد ليتبين أنني لم أكن المصاب الوحيد بل إن حالات الإصابة بالتسمم باتت تغص بها مشافي حمص وريفها من جراء تناول الأطعمة الفاسدة شهادات وصور رصدتها عدسة تلفزيون سوريا التي دخلت سررا إلى ريف حمص الشمالي لتصلد الضوء على انتشار الأطعمة الفاسدة لا سيما في المحال الشعبية من دون خضوعها لأي رقابة تموينية تتعلق بالنظافة أو صلاحية المواد المستخدمة وفعاليتها مصادر محلية ذكرت لنا أن زيادة حالات التسمم الغذائي يعود إلى ظروف حفظ الأطعمة المباعة خاصة مع الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي بالإضافة إلى نقص المحروقات وما يترتب على ذلك من صعوبة تشغيل المولدات فمعظم الوجبات التي تقدمها هذه المطاعم بحاجة إلى ثلاجات ما يضطرهم لعرضها في الهواء الطلق تفاديا لفسادها بشكل أسرع نقلا عن مصدر بمشفى تلبيس التخصصي فإن أكثر من مائتي حالة تسمم غذائي سجلت خلال الشهرين الماضيين من جراء تناول أطعمة فاسدة ومحفوظة بشكل سيء ليواجه عندها المصابون صعوبات في الدخول إلى المستشفيات والحصول على العلاج نظرا لارتفاع أسعار الدواء وضعف المراكز الصحية العامة